موسيقى وكان من المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع النظام الداخلي الذي يتولى آليات تنظيم عمل المجلس وأسسها والعلاقة بين النواب تحت القبة وفقا للقوانين والأنظمة واحتراما للآراء ويأتي مشروع النظام الداخلي وسط خلافات كبيرة بين النواب حول طبيعة لجان المجلس الدائمة وآليات عملها وكيفية تنظيم العلاقة ما بين أعضاء المجلس ورئيسه المزيد من التفاصيل حول النظام الداخلي في تقرير مراسلنا يزن الرماوي للأسبوع الثاني على التوالي من عمر الدورة الاستثنائية يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع النظام الداخلي الذي يتولى تنظيم آليات عمل المجلس وأسسها أبرز مواد النظام التي تم إقرارها حتى الآن تلخصت في رفع عدد نواب الرئيس من 2 إلى 4 إضافة إلى رفع عدد اللجان الدائمة من 14 لجنة إلى 20 في وقت اشترط فيه المجلس أن يكون الحد الأدنى لتشكيل الكتل النيابية 10% من عدد أعضاء المجلس بالتزامن مع إضافة فصل يحدد صفة ووظائف المكتب التنفيذي نقاط اتفاق عديدة على مواد النظام الداخلي إذن تقاطعت معها خلافات كبيرة بين النواب بدت واضحة بشكل جلي عند التطرق إلى مناقشة ما هي لجان المجلس الدائمة وحقول عملها حيث برزت اقتراحات عدة نادت بعضها بإضافة لجان وطالب بعضها الآخر بشطب لجان قائمة أو دمجها أو فصلها في حين لم تخلو مداولات النواب من خلافات أخرى شديدة على الكتل النيابية والمكتب الدائم أول نقطة تتعلق بانتخابات المكتب الدائم طريقة انتخاب المكتب عدد أعضاء وكان هناك وجهات نظر متباينة وقوية في الانحيازات المختلفة وفي الواقع ما تم هو صيغة هجينة يعني تم عمل أربع نواب للرئيس وفي نفس الوقت توسيع المكتب الدائم إلى السبعة القضية أخرى كانت مثار جدل لدرجة الصدام هو وجود لجنة أمن ودفاع في مجلس النواب البعض عمل حملة مضادة قوية من وجهة نظري غير مبررة وغير مفهومة غير أن أبرز التحديات التي من فك يواجهها المجلس في إعداد نظامه الداخلي تكمن حسب مراقبين في تصديه لقضية العنف داخل القبة لا سيما بعد أن قرر المجلس استحداث لجنة للنظام والسلوك ووضع مدونة خاصة لذلك مدونة السلوك ستكون بمثابة ميثاق شرف بين النواب لضبط سلوك الزملاء النواب أثناء حوارات ونقاشات وجلسات المدلس مدونة السلوك يعني يفترض أن تكون ملزمة شرفياً لكل زميل ونائب في المجلس سواء السابع عشر أو القادم بحيث أنه يلتزم بالقواعد العامة والمنظمة لعمل المجلس النظام الداخلي للمجلس خطوة يقول نواب إن اجتيازها بنجاح ليس إلا بداية لطريق طويل من الإنجازات المطلوبة يزن ريماوي قناة رؤيا